أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عدة قرارات بناء على تقارير الجولات الميدانية المتواصلة ومن شان تلك القرارات ضخوا دماء جديدة في مختلف قطاعات الوزارة وتفعيل دور الشباب وتمكنهم بعد الانتهاء من بناء قدراتهم الإدارية خلال الفترة الماضية بما ينعكس على انضباط العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين اشتركوا في القناة